اشتركوا في القناة الشقيقة والصديقة في مختلف ارجاء العالم انطلاقا من المبادئ والقيم الانسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها ممثلة في التسامح والتعايش والتأخي والاحترام المتبادل والتزاما بالمواثيق والقوانين الدولية واسهاما منها في تعزيز الامن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم اجمع جاء ذلك في تصريح لجلالة الملك المفدى حفظه الله بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يصادف للرابع عشر من شهر يناير وفيما يلي نصه يطيب لنا بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين نعرب عن بالغ التقدير والاعتزاز بما حققته الدبلوماسية البحرينية من نجاحات مشهودة خلال مسيرتها المباركة على مدى الخمسين عام الماضية وما تبدله من جهود مخلصة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة في مختلف ارجاء العالم انطلاقا من المبادئ والقيم الانسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة وتتبناها ممثلة في التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل والتزاما بالمواثيق والقوانين الدولية واسهاما منها في تعزيز الامن والسلم والاستقرار العالمي لخير وصالح شعوب العالم اجمع لقد تمكنت مملكة البحرين بسياستها الخارجية المتزنة والمرنة ودبلوماسيتها النشطة والفاعلة وحضورها الدولية المؤثر من تبوي مكانة دولية رفيعة في المجتمع الدولي منطلقة من تاريخها الحضاري العريق ونهجها العصري المواكب للحداثة والتطور وفكر ابنائها وعطائهم المتميز في مختلف مجالات الابداع والابتكار وحرصها على ان تكون مسيرتها التنموية الشاملة نموذجا متقدما في التطور الحضاري الذي يولي عناية بالغة بالانسان وتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعاته واماله للمستقبل المشرق المنشود لقد اكدت الدبلوماسية البحرينية طوال تاريخها الحافل بالتفوق والنجاح على ان هذا الوطن العريق بتاريخه وحضارته وقيمه الاصيلة وعطاء ابنائه الاوفياء قادر وبكل ثقة على ان يحجز لنفسه موقعا متميزا بين الامم المتحضرة وان يعزز صداقته وشراكته مع مختلف دول العالم وان يسهم بجهوده المخلصة وسياسته الوعية في مواكبة المتغيرات الدولية ومواجهة التحديات العالمية فهنيئا للدبلوماسيين في وطنين الغالي بيومهم الدبلوماسي شاكرين ومقدرين تفانيهم واخلاصهم في العطاء والتميز في الاداء لكل ما من شأنه رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره وعلوي شأنه بين الامم